طيب أمنك يعني طبعاً أكيد أنتوا كنتوا بتهنب بعض على أعمالك وكده إيه الأعمال اللي ما قولك محمود ياسين تقولي لي آه محمود ياسين كذا وكذا وكذا على الأعمال مش على الإنسانيته الأعمال اللي في ذاكرتك حفظاها كمشاهد لمحمود الله أرحمه يعني المشهد اللي مع فاتن حمامة يا طبعاً واتخنقه يعني مشهد اتخنقه فيه وفاتن حمامة غلطت وقالت يا ابن الكلب أول مرة تطلع في الشاشة الكلمة دي أيوة وندمت هي ندمت وراحت على أستاذ بركات وقالت له أنا ما حبش أقول كده في الفيلم بس أنا انفعلت أعيذ المشهد أم رفض ما عرفش أنا الحكاية دي كالي بالتفصيل بقى إيه اللي حصل أبداً أنا حكيتها لي الأستاذها فاتن حمامة قالت لي فاتن نفسها كتصحبتي جداً آه كتصحبتي واشتغلنا مع بعض وعملته مسلسل مسلسل عظيم قبل حكمة يعني كان هاجة حلوة جداً حضرتك وهي وعيدة وكان في مجموعة كبيرة آه وكانت صديقة أنا عملت معها مسلسلين واجه الأمر أنا عارف إنها صديقة جداً أنا عارف طبعاً آه وحبيت عيد المشهد بس المخرج رفض هذا المشهد كان مع محمود ياسين محمود ياسين وافد يعني بركات ما اسمعش كلام فاتن حمامة آه مرضيش يغير وهي قالت الكلمة ديت من دماغها كده من عصبيتها ويتبنت أدي الدور من عصبيتها في المشهد وكانت الشيط مديل محمود ياسين فكانوا منتظرين إن محمود ياسين يعترض فيلغوا ويعيدوا المشهد فمحمود ياسين قال لأ ده انفعال طبيعي صادق أنا ما أغيروش فدي من صفات محمود العظيمة واعتبر المشهد من أجمل المشاهد السينمائية لأنه صادق مية في المية آه صادق مية في المنها ومن دو يعني فاتن ما كانش مكتوب لها تقول الكلمة ديت هي قالتها كده هي قالتها كده وقالتلي خلي بالك ما تقوليش حاجات تندمي عليها يعني خلي بالك لما تيجي تقولي لو انفعلتي مع أن يا فاتن انت صاحبتها كانت تكلم فرنساوي وبتاع ورقيقة جدا وما ينفعش يطلع منها اللفظ ده آه إنما هي عاشة الشخصية اللي بتأديها آه لأن أنا عمري ما سمعت فاتن حمامة بتقول لفظ كده أبدا 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 وهي طول عمرها تحافظ على ألفظها لكن انفعلت في المشهد ده وراحت قيلة كده آه هي الشخصية هي الشخصية مش فاتن عمامة لا الشخصية وهي بكت وقالت عيد المشهد أنا ما حبش أطلع أقول كده فالأستاذ بركات رفض ومحمود ياسين رفض يعني رغم الشيط ملوك لكن رفض فدي ده نبل محمود ياسين في العمل يعني بيفصل عن شخصيته عن الشخصية بتاعت العمل ومحمود ياسين في العمل